اشتركوا في القناة وهذه المساجد أحب البقاع إلى الله والله جل وعلا قال يهدي الله لنوره من يشاء أفادت الآية أن الهداية بيد الله فأصبح الإنسان يتساءل ما دامت بيد الله أين وضعها الله قال الله بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها سبح فموطنها الأعظم ومقامها الأكرم وموطنها الأول بيوت الله يتلى فيها القرآن ويسمعه العبد فيخشأ قلبه وتذرف عينه وهذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقبل الإنسان على الطاعة يخشى على نفسه من النفاق ومن خشي على نفسه من النفاق يرجى له السلامة لكن أنا أعطيك وصايا تجعلك تسعى أن تنجو من النفاق في أمري لا يعني أن من تحلى بهما ليس منافقة هذه أعمال قلوب ليس لي ولا لي أحد أن يتكلم فيها لكن دلت السنة على أن الذي يريد أن ينجو من النفاق يتحلى بأمري الأول لا تفوتنك صلاة العشاء والفجر في جماعة لما قال عليه الصلاة والسلام إنها أثقل الصلوات على المنافقين كان حريا بالمر أي كان حال في سفر أو في إقامة ما استطاع أن لا يجعل صلاة الفجر والعشاء تفوته في جماعة فهي نور يقذفه الله في قلبك يزيدك اطمئنانا على طريق سيرك إلى الله الأمر الثاني إذا وقعت ما بين أحد بينك وبين أحد خصومة سواء كان من الأدنين كزوجتك وولدك وجارك أو من البعيد الذي لا تعرفه كمن تلقاه في الطرقات أو ممن يبغض إليك في المجالس فتشارك الناس في ذنبه قال عليه الصلاة والسلام عن المنافق وإذا خاصم فجر فبعض الناس إذا نازع ترى أن المسألة تهيلة أخطى زيد أو عمر في فتوى أو في مسألة أو زوجة في تقديم طعام أو تأخيره أو جار في عبث ولده أو لأوه أو أخاه في اتيان موعد أو تأجيله ولا يحتمل الأمر كل هذا لكنه عياذا بالله تجد خطابه يبالغ وكأن الأمر شيء عظيم ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عد المنافق قال وإذا خاصم فجر فأنت لا أحد أعز عليك من نفسك فلا تقبل أن تسمع صوت المؤذن في العشاء حي على الصلاة حي على الفلاح وتأبى أن تأتيها ولا تقبل أن يقول مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح في الفجر وتأبى أن تأتيها أنت عندما تسعى كل خطوة تقربك إلى المسجد تبتعد بك عن النفاق كل خطوة تقترب بك إلى المسجد تبعدك عن النفاق هذا هو المضمار الذي يتنافس فيه المتنافس وقد قلنا ونحن نعلم وانت تعلم الله لو أن ملكا من ملوك الدنيا جلس أو أسند ظهره في مكان عال ورأى أحدا يمشي إلى قصره يطلبه وترك ملوك الأرض غيره لاستحي أن يرده مع أنه لا يوجد ملك يعطي إلا وينقص من خزائنه بمقدار ما يعطي فهو قبل أن يعطيك فيكثر ينظر في نفسه يخاف أن يكثر فتنفد خزائنه ولله المثل الأعلى أنت تقدم على بيت من بيوت الله والله جل وعلا ليس كمثله شيء يراك ويرى خطواتك ويرى أنك جئت تطلب فضله فإذا كان من خلق الله فيهم المرؤة والرحمة ذلك صنيعهم فكيف بصنيع الله جل وعلا بمن قدم على بيته يطلب فضله ولا يظن بالله إلا الظن الحسن ثم نزيد مع العلم واليقين أن خزائن الله لا لا تنفد على الخضر لموسى لما نقرأ أصفور في البحر قال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر وفي الخبر الصعيح عند مسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم جنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيتك الذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم والحمد لله رب العالمين